برحب بكم في فيديو جديد من دورة تعلم أدوبي فوتشوب للمبتدئين والإصدار الأخير 2021 يلا بيا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم النهاردة مع فيديو مهم جدا وحنتعرف فيه على إزاي بقدر أن أنا أكتب في فوتشوب وإزاي بقدر أن أنا أحل مشكلة أن البرنامج ما بيكتبش عربي بروح على أدوبي فوتشوب بروح بعمل create a new وبختار مثلا بروح على print وليكن هختار a4 وببدأ أقول له create الفوتشوب من البرامج اللي بتدعم الكتابة بالعربي وده بيسهل عليك كتير قوي أنك تستخدم برنامج وسيط زي ما كنا بنستخدم مع إصدارات قديمة من البرنامج بس الموضوع ده اتحل وبقى فوتشوب بيدعم الكتابة بالعربي علشان تكتب العربي بتروح على الايكون الخاصة بالكتابة واللي هي type tool وبيبقى شكلها حرف T بضغط عليها بالشكل ده بعد كده بروح في أي مكان في المساحة التصميمة عندي وببدأ أن أنا أضغط بالشكل ده على طول بينزلي نص يعني حاجة كمثال بس عشان تبقى شايف أنت بتكتب إيه بعد كده بتكتب أي حاجة أنت عايزة مثلا نكتب بسم الله حلو قوي في ناس أول ما هتنزل فوتشوب وتيجي تكتب هتلاقيه الكتابة بقت بالشكل الجميل ده حاجة كده إيه هيروغليفي إزاي بقى بقدر أن أنا أعدل الفونت بالشكل ده أو بخلي بقى الكتابة تتقري بحدد الكتابة عندي وبروح هنا على type وبروح هنا على language وبختار list جميل بعد كده بروح على الكتابة بقى نفسها من الايكون دي وبختار الparagraph وبروح أفتح الثلاث نقط دول وبختار world ready layout فعلى طول بيختار لك اللغة المناسبة لك وكمان لو أنت عندك النسخة الأصلية اللي شغال عليها بتروح على الاعدادات بتاعتك على preference وبتختار apps وبعد كده بتروح هنا على default language فهنا بتختار يدعم اللغة العربية علشان يبدأ ان هو يفعلها لك جميل يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي ان انا بقدر ان انا اكتب عربي تعال بقى نتكلم عن الكتابة بقى شوية نمسح دي بروح هنا على الكتابة بقدر ان انا اكتب بان انا اضغط في اي مكان فاضي وبكتب بقى اي حاجة مكرم جميل او ان انا بختار اداة الكتابة مثلا لو انا بعمل menu او بعمل تصميم صفحة مجلة او جورنان او اي حاجة حابب ان انا اكتب على شكل اعمدة او مربعات او اي شكل انت عايزه فعلى طول بتبدأ انك تختار الطول بتاعة ال type وبتبدأ انك تضغط وتبدأ انك تسحب وتحدد مساحة دلوقتي انا حددت له مساحة اللي هو الشكل العمود ده اقدر ان انا اكتب فيه فبالتالي لما هو عد اكتب اي حاجة بالشكل ده على طول بيبدأ ان هو يلتبها لك تحت بعض تعالوا ما نشوف اي نص كده ناخده من اي مكان مثلا لو انا روحت الوقيبيديا وخدت مثلا اي مقالة خاصة بتصميم الجرافيكس فحتنزلي بالشكل العجيب ده بتروح هنا وتختار word ready مش عارف هي ليه عملت كده بصراحة بس مش مشكلة الفكرة دلوقتي بقى ان انا نزلت النص بتاعي عايز ابدأ بقى ان انا اتحكم فيه تنسيق النص نفسه بقدر فيه هنا احدد الاتجاه بتاعت الكتابه سواء عايزها تجد من اليمين او من النص او من الشمال انا طبعا هنا الكتابه عندي بالعربي فحبدأ من اليمين فحبدأ ان انا اختارها بالشكل ده طيب هي طلع معي بالمنظر ده لو انا عايز بقى اصبط نهاية البراجراف عندي ويبقى كله بنفس السوا ففي الطريقة العادية انك بتقوم بقى ايه تعمل stretch الهيه shift مع حرف الجي بتبدأ انك تعمل stretch بس طبعا الموضوع ده يعني في الفوتشوب اسهل من كده انك بتروح هنا على البانيل بتاعت البراجراف لو هي مش موجودة بتختار الايكون اللي فوق دي بيظهرك هنا الكاركتر وهنا باراجراف بقدر ان انا اختار الخيار ده لو انا عايزه يسويلي كله على الجهة اليمين لو انا عايزه بقى في النص بقدر ان انا اختار الخيار ده بالشكل ده فبيبدأ ان هو يسويلك شكل العمود عندك بالشكل ده طبعا انت علشان تعمل صفحات مجلات او كتب فوتشوب مش احسن برنامج هيعمالك ده طبعا فيه برنامج الاندزاين انا فيه كورس عملهوله فعليا تقدر انك تتابعوه لو حابين تخشوا في مجال تصميم المجلات الكتب الحاجات اللي فيها اعمدة والحاجات اللي فيها كتابة كتير والحاجات اللي فيها الصفحات كتير لانك في الاندزاين بتتعامل مع الصفحات بكل شهوله عكس الفوتشوب طيب فيه بقى نقطة هنا خلوا بالكو ان هنا لما بتختار الخيار بتاع البراجراف بيبدأ ان هو يوسع لك الفراغات بين الحروف علشان يبدأ ان هو يعدلك بقى فيه الشكل بتاعك فخلي بالكو من الحاجات دي طبعا بتقدر بقى انك تكبر بالشكل ده يعني علشان اصبط الشكل عندي اكتر بقدر ان انا اتحكم فيه الشكل بتاعي بالمنظر ده اخش شوية كمان وقول له اوكي جميل اوي لحد كده انا الان عرفت ازاي اعمل براجراف من خيارات ده البراجراف بتقدر انك تتحكم فيه المسافات بقى بين السطور بين الحروف بين الكلمات عن طريق الخيارات اللي موجودة دي كل ما بتبدأ انك تغير فيه الخيارات دي طبعا ببدأ ان انا اضغط حرف T وبعمل Ctrl A علشان اعمل Select على كل الكتابة عندي بتبدأ انك تعدل فيه البرامتر الموجودة عندك دي اللي هي منين بيبدأ ومنين بينتهي او نهاية السطر ممكن انك تخلي فيه مسافة يعني دايما في الناس اللي بتكتب خطابات رسمية او كلام من ده ما بيبدأش من اول السطر على طول بيضغط مصطرة كده او بيدي مسافة علشان يبقى فيه فراغ فكل ده بتقدر انك تعمله عن طريق الطول اللي موجودة هنا دي تعالوا بقى نروح على Character هنا بقدر ان انا اتحكم فيه الفونت او ان انا اروح هنا على Option Bar بقدر ان انا اختار اي فونت انا عايزه بحس اقدر ان انا اشتغل به وبحصوص اختيار نوع الفونت الناس طبعا جديدة اللي متابعة معي فالخطوط اللي بتبقى على الفوتشوب هي نفسها الخطوط اللي بتبقى على الويندوز يعني مفيش حاجة اسمها خط على فوتشوب انت انزل الفونتات بتاعتك على الويندوز على طول هتنزل في كل البرامج اللي انت بتشغيلها وبتدعم الكتابه طب منين بقدر ان انا اجيب فونتات انت لو دخلت على جوجل وكتبت تحميل خطوط عربي هتلاقي مواقع كتيرة جدا بتقدم لك الخطوط دي بتبدأ انك تختار اي فونت عاجبك وبتبدأ انك تعمله ستوب وبكل بساطة مثلا ايه مثلا انا دلوقتي عندي الكتابه دي عايز اختار فونت معين فببدأ ان انا اضغط بالشكل ده وبعمل select وببدأ ان انا ابحث هنا عن الفونت فلو انت عندك فونت معين بتقدر انك تبحث باسمه لو انت عارف اسمه بتكتب اسمه فوقه هنا على طول فهو بيبدأ يرشاه لك مثلا انا عملت عرف AAR فعلى طول بيبدأ انه يجيب لك الفونت بدل ما بتقعد تدور عليه في كل الليستة بتاعت الفونت طبعا لما بعمل escape بيبدأ انه يخرج برا مود الكتابه وبيخليها على اخر حاجة او اخر تعديل انت عملته هنا بقى بلاقي في عندي حاجة اسمها regular او bold ان انا بقدر ان انا اخلي الفونت بتاعي رفيع او تخين في فونتات بتلاقوها بتدعم اكتر من وزن بتلاقيه رفيع و تخين وحاجات كتيرة كده جميل جميل هنا بقى حجم الخط بتاعي دلوقتي انا بقدر ان انا اكبر دلوقتي انا لو روحت هنا وعملت control t بقدر ان انا اكبر بالشكل ده جميل بكبر الكتلة انما ما بكبرش الفونت لو انا عايز اكبر الفونت نفسه جوه الفريم او الشكل اللي انا عامله بروح هنا و ببدأ ان انا اكبر بالشكل ده فبيكبر لي جوه نفس المساحة بتاعتي الخيار اللي بعد كده ساعات بقى لما بتجي تكتب بتلاقي الفونت بتاعك او الكتابه فيها قطع او بتلاقي الحروب في ايه ده عن بعض فبتختار هنا بتقدر انك تبدل بقى سواء كان شارب او او سموز يعني بتبدأ انك تقلب هنا لحد ما يزبط مع نوع الفونت اللي انت مستخدمه بالشكل ده خلينا هنا على شارب الخيار اللي بعده هو اللون لما بضغط على الايكون دي بقدر ان انا اغير اللون بكل بساطة طبعا بعد ما بخلص يعني ما بضغط الانتر اللي في النوملوك لان الانتر الكبيرة اللي في نص الكيبورد لو ضغطت عليها حيمسح لي كل حاجة لانه هو فكرة انه هو بيديك مسافة يعني انا دلوقتي ايه انا دلوقتي رحت هنا للاخر عايز اعمل مسافة هنا فبضغط الانتر اللي في الكيبورد بالشكل ده فبيديك مسافة اما الانتر اللي في النوملوك بضغط عليها فعلى طول بيخرجك من مود الكتابة وبيبقى الكتابة عندك عبارة عن كتلة فدلوقتي بقدر ان انا اختار او اغير اللون بقدر ان انا اغيره عن طريق الخيار ده او ان انا بقى الطريقة العادية بتاعتي ان انا مثلا باختار اللون هنا مثلا وليكن ازرق بالشكل ده وزي ما تعلمنا في الدروس الفاتة بضغط كنترول باك سبيس وببدأ ان انا الون الفونت عندي اظن الامور لحد دلوقتي ان شاء الله الامور زي الفل تعالوا بقى نمسح الديلوك ده نمسح ده كله كده وتعالى عم مصطفى تعالوا نكبر عم مصطفى شوية في خيار عندي لطيف جدا اللي هو حرف T وتحتها بتبقى شارطة ميلة كده لما بضغط عليه بالشكل ده بقدر ان انا اعمل ورب لتكست لو روحت هنا على نن واختارت فبقدر ان انا الف الخط بتاعي مثلا انت عايزو يجي على شكل قوس عايزو يجي على شكل موك بحر يعني الناس اللي بتحب الحاجات دي فعندك اكتر من خيار هنا بتقدر انك تتعامل معه وارك هنا عندي القرش هنا عندي بصوك كل دي اشكال انتو اكتشفوها النهاردة مثلا فلاج اللي هو علم لو انت عايز ويف بالشكل ده كل خيار من دول لما بتختاروه تحت هنا بتقدر انك تتحكم بقى في الخيار بتاعك عامل ازاي بالشكل ده فبتقدر انك تتحكم في شكل الكتابه عندك بالمنظر ده بقدر ان انا اغير عادي ممكن اختار ايه فش اختار ارك بالشكل ده فبتقدر تلعبه بقى يعني على حسب ما انت عايز الشكل بتاعك او الديزاين عامل ازاي بعمل تعلو بقى نقفل دي كده عشان نشوف هنجيبها ازاي دلوقتي انا كتبت التكست او الكتاب اللي انا عايز اعمالها مثلا دلوقتي انا عايز اعدادات كتابة غير الابشن بار فبقدر ان انا اضغط على الايكون دي زي مولتابل كده او انك بتروح على ويندو وبتختار الكاركتر بالشكل ده فبتظهر معي تعالوا بقى نشد الكاركتر دي هنا عشان نبدأ ان احنا نتكلم عنه زي ما قلنا فوق هنا بقدر ان انا اتحكم فيه نوع الفونت حجم الفونت هنا بقدر ان انا اتحكم فيه المسافة بين السطور هنا المسافة بين الحروف نفسها يعني لو انت عايز تكتب جملة مثلا بالانجلش وتوسع المسافة فبتقدر انك تتحكم فيها من هنا بالشكل ده وفيه طبعا بقية الخيارات التانية بس هما دول الاشهر يعني اللي انت هتستخدمه هنا حرف T البولد لما بضغط عليه لو الفونت مفيش فيه بولد او مفيش فيه فونت عريض ده بيساعدك شوية انك تتخن الفونت بتاعي يعني شايفين كده ريجلر كده تخن شوية حتى لو مفيش فيه هنا بولد وطبعا هنا بقدر ان انا اعمل الفونت بتاعي يبقى ميل وهنا بقدر ان انا احاول الكتابة عندي كلها لحروف كابتل وهنا بقدر ان انا اعمل حروف كابتل وحروف سمول وهنا لو هتكتب حاجة مثلا اتعمل اكسوجين يعني كان ايه اوتو اوتو يا نهر ازرق الوعد ناسي خالص اوتو اوتو مثلا اعملنا حرف الاو ماشي وعملنا حرف التو اوتو وانا اعايز الاتنين دي فوق بقى فببدأ ان انا اضغط عليها بالشكل ده او بص طبعا انا محددها من الاول فببدأ ان انا الغى دي كده اوتو لا استنى لا انا اتأكد صح الاكسوجين اوتو الحمدلله تذكرها الى حد ما اشجال له فمسلا انت عايز تكتب حرف وبعدين تكتب حاجة فوق اللي هي بقى الحاجات المعقدة شوية دي فبتقدر انك تعملها عن طريق الخيار ده طبعا انك بتعمل select وبتبدأ انك تختار الايكون دي كده رجع مكانه كده ان لو انت عايز تحطه فوق فبتبدأ انك تمسح ده لو حددنا دي بقدر ان انا اعمل خط تحتها يعني مثلا لو انت عايز تحدد حرف معين او تحدد كلمة ويكون تحتها خط في design تاك فبتقدر انك تعملها كده مثلا تعالي كده انا نشيل ده لو انت عايز تشطب على حرف نفسه او كلمة يبقى باين انك شطب عليها فبتقدر انك تختار الخيار ده ونرجع control Z وبس الحد كده وصلنا لنهاية الفيديو مش عايزة طويله قوي في شوية تفاصيل برضو في الكتابة هنتعرف عليها الدروس الجاية ان شاء الله وحنبدأ ان احنا نشتغل بقى عملي شوية الفترة جاية يعني هنبدأ نعمل بالحاجات اللي احنا تعلمناها ممكن نعمل ازاي تصميمات بسيطة في الاختام سبحان الله وبحمدك اشهد ان الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة